وإلى ملف حياة كريمة حيث نظمت توزارة الصحة قفلة طبية مجانية بقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصصين بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمت القفلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة وخدمات الأشعاء والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للتأمين الصحي الشامل مجانا تنفيذا لتوجهات السيدة الرئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستمرارا لتقديم الدعم لأهلين البسطاء بكرة الريف المصري نحن نجينا النهاردة بالقفلة الطبية التابعة لمدرية الصحة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة القفلة الطبية التي تضم كل التخصصات بها أكثر من 80 صنف يتم توزحها بالمجان على المواطنين والحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحية تم توزحها على المستشفيات الكبرى بالإسماعيلية مثل المجمع الطبي ومستشفى أبو خليفة والمستشفيات الجمعية تنصيقا مع مؤسسة حياة كريمة